السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السابع درسنا اليوم درس التحدث بعنوان الطيور وفوائدها ضمن الوحدة الثانية عالم الطيور يتوقع منك عز الطالب أن تعبر شهويا عن الطيور وفوائدها للإنسان والبيئة وأن تتحدث عن قضية معينة في حدود ثلاث إلى أربع دقائق وأن تستشعر عظمة خلق الله للكائنات عامة وللطيور خاصة لنجب معا عن هذه الأسئلة سمع عذر من الطيور التي تشاهدها في بيتك نعم الدجاج الحمام ربما الطيور المغردة كالكنار وغيرها ما الأشياء التي تعجبك فيها نعم فوائدها ألوانها أصواتها ماذا تأكل الطيور؟ تأكل بعض الطيور الديدانة والحشرات وبعضها يأكل الثوار وبعضها الآخر يأكل الحبوب ماذا يستفيد الإنسان من الطيور؟ للطيور فوائد كثيرة كالبيض واللحم والزينة سؤال الخامس اذكر بعض فوائد الطيور للبيئة للطيور فوائد كثيرة للبيئة فهي تحافظ على التوازن البيئي السؤال عزاء الطلاب تحدث عن الطيور وفوائدها للإنسان والبيئة مستفيدا من قول الشاعر أمين نخلة يصف البلبل يا لابس الريش أصباغا محبرة فالريش والفنم المزدان شبهاني إن الكريم الذي أعطى بلا كدر لم يخلق الطير والأقفاص في آني أتمنى منكم في نهاية الدرس أن تحلوا ورقة العمل وأن تتحدثوا عن الطيور مع أهلكم وأصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته